يصف أردوغان كل من هولندا وألمانيا بالدول الفاشية ويشبههما بالنظام النازي ويتهم أنجلا ماركل بدعم الإرهابيين تصريحات أردوغان جاءت خلال كلمة ألقاها في العاصمة التركية أنقرة أظهر فيها قوته كرئيس واعداً أشعب بمستقبل أفضل لكن الاستفتاء الذي يسعى من خلاله الرئيس التركي لتحقيق حلم الجمهورية الرئاسية يجري في أوقات اقتصادية صعبة بينما يعتمد الانتعاش الاقتصادي على الشريك الألماني الذي يوجه له أردوغان الإهانة تلو الأخرى فألمانيا هي الشريك التجاري الأول لتركيا والسوق الألمانية أهم سوق للصادرات التركية وخاصة المنسوجات والفاكهة والخضروات بقيمة تجاوزت العام الماضي 13 مليار يورو وهناك أكثر من 6800 شركة ألمانية في تركيا توفر مئة الآلاف من فرص العمل ما يجعل ألمانيا أهم مستثمر في تركيا وهذا ينطبق أيضا على قطاع السياحة فقد زار أربعة ملايين سائح ألماني تركيا خلال العام الماضي وإثر الأزمة الأخيرة اقترح بعض الساسة الألمان مقاطعة التركية ما سيوجه ضربة قاسية لها ويزيد من معدل البطالة البالغ حاليا نحو 12% فضلا عن معدلات التضخم المرتفعة وانخفاض قيمة العملات المحلية لذا فإن أي تصعيد جديد قد يهدد اقتصاد تركيا بالانهيار شكرا للمشاهدة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا